دعات قيادة خفر السواحل كافة البحارة الالتزامة بالقوانين والاستجابة لتعليمات الدوريات في التوقف للرقابة والتفتيش وذلك في إطار المحافظة على الحياة الفطرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية وأكدت قيادة خفر السواحل على ضرورة التعاون مع الدوريات البحرية والبرية التابعة لها في إطار أداء واجباتها الأمنية تبدل قيادة خفر السواحل كافة الجهود والإمكانيات للمحافظة على الأمن والسلامة البحرية وحماية المنشآت الحيوية وفرض الرقابة البحرية وفي هذا الإطار تواصل قيادة خفر السواحل حملاتها التفتيشية والتوعوية في المناطق البحرية والساحلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كما تدعو قيادة خفر السواحل كافة البحارة ومرتدي البحر إلى الالتزام بالقوانين والاستجابة لتعليمات الدوريات في التوقف للرقابة والتفتيش مؤكدة على ضرورة التعاون مع الدوريات البحرية والبرية التابعة لها في إطار أداء واجباتها الأمنية أننا نطالب بالتنظيم هذا القطاع والحفاظ عليه لأن هذا مورد غدائي مهم إلى شعب البحرين ولكن في بعض من المخالفين هذا لا يرضي أننا أبدا أنه فيها أجي وتخالف وتدمر هذه السروة وهذه السروة واجب وطني فنحن نوجه الصيادين إلى التعاون التام مع الجهات المعنية فنأمل أن الكل يشد روحه من خلال موقعه ويكون نظهر بشيء نحافظ على ثروتنا وعلى بلدنا طبعا الصيادين المحترفين اللي يمتلكون تراخيصهم من أحرص الناس على الالتزام بكل الأنظمة والقوانين اللي يتحافظ على اللي هو استدامة الثروة السمكية الصيادين بالذات يقدرون الجهود لأن يعرفون اللي يشتغل في البحر هذه شغلة جدا شاقة يعني وحن يكفينا أن نشوفهم بنش ضربات الهواء وبنش العواصف إذا واحد يحتاج من الصيادين إلى مساعدة ودعم هم أول الناس وطبعا هم يعرضون اللي هو حياتهم للخطر وهذا مقدر عن كل الصيادين وما ننسى أن جهودهم إليها دور في الحفاظ على الثروة السمكية تبقى السلامة البحرية وحماية مرتدي البحر مسؤولية مشتركة تتحقق بموجب الشراكة المجتمعية من أجل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة ترجمة نانسي قنقر